انتقالا إلى تونس مشاهدين أعلنت رئاسة البرلمان المنحل في تونس رفضها المطلق لقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان واصفت الخطوة باللا دستورية وقال بلاغ نشر على الصفحة الخاصة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي إن خطوة سعيد ستزيد الوضع تأزما على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما حذر من حزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي انتمت له تونس منذ الثورة من تونس ينضم إلينا الباحث السياسي سالم أبو البابا أستاذ سالم يعني معنويا دعني أقول يعني متوقع أن يرفض البرلمان حل هو يعتبر الخطوة لا دستورية ولكن على الأرض كيف سيترجم هذا الرفض خاصة بغياب محكمة دستورية مساء الخير لك ولكل السادة والسيدات المتابعين بكل تأكيد هنا رفض رئيسة البرلمان لقرار رئيس قيس سعيد بحل البرلمان طبيعي لأن فيه احتكام إلى دستور البلاد ودستور التونسي هنا يضع فرضية واحدة يمكن أن يحل فيها البرلمان وهي عجز هذا البرلمان عن تشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز الأربع أشهر بعد أي انتخابات وطبعا هذا لم يحصل إذن فهناك تمسك بالدستور وحتى الرئيس قيس سعيد نفسه قال صرح منذ أيام بأنه دستورية لا يمكن حل البرلمان ثم حل البرلمان بعد يومين فقط من هذا التصريح إذن فهناك نوع من التناقض في هذا الأمر رئيسة البرلمان عندما تقول بأنها ترفض قلع الرئيس معنى ذلك أنها ستواصل الجلسات الافتراضية لأن البرلمان مغلق بقوة الواقع يعني بالقوة الصلبة للدولة وهي الجيش والأمن خاصة القوات الأمنية لكن هنا ما أزعج الرئيس قيس سعيد هنا مؤخرا هو هذه الجلسة التي حصلت منذ أسبوع وفيها طبعا تم تقريبا بإجماع 117 عضوا عبر الفضاء الافتراضي معناها كان جلسة تم فيها إلغاء التدابير السلطنية التي تتخذها الرئيس منذ أشهر منذ شهر سبتبر الماضي وبعد ذلك أموبا شرطا حتى قيس سعيد الدستور اعتمادا على مادة دستورية 72 كما بدأ العهد الاستثنائي في تونس اعتماد على مادة دستورية أخرى فبالتالي سأعود إلى نفس السؤال الذي طرحته أستاذ سالم حتى لو واصل البرلمان جلساته الافتراضية كيف ستترجم كلمة لا دستورية على الأرض سيصبح هنا طبعا الصراع بين قصر باردو وهو البرلمان وقصر القرطاج وهو يمثل الرئاسة يبدو أن رئاسة البرلمان والنواب يصرون على مواصلة الجلسات الافتراضية هنا في تحدي لقرار الرئيس قيس سعيد وهذا طبعا يحظى أيضا حتى مسألة البرلمان هنا في تونس تحظى بتأييد الكثير من الكتل داخل البرلمان كما أن قرار حل البرلمان أجوبها برفض مطلق من الكثير من القوات الجيمقراطية في العالم رأينا البيان البرلمان الأوروبي يوم أمس بلاغ الخارجية الأمريكية الألمانية التركية كذلك فرنسا نفسها أعربت عن قلقها من هذا الأمر فبالتالي سيصبح هناك نوع من الصراع بين الطرفين وهذا الصراع يعني هناك قصر قرطاج أو الرئيس يصور الأمر وكأنه تنازع للشرعيات بينما الدستور التونسي والحاصل هذا يشير إلى أن ذلك فصل بين السلطات هنا وكأن الرئيس يريد أن يجمع كل السلطات بين يديه وهذا طبعا مخالف للدستور تعتقد أنه لم يجمع تجميد البرلمان ساكن قرطاج يبدو غير آبه بما تفضلت به لا بموقف البرلمان ولا بربما نظرة قطاع واسع من التوانس لدستورهم ولوجود البرلمان وللبيانات الخارجية التي تأتي هو ماضي في سبيله قبل قليل كان يتحدث ويقول أن الانتخابات ستتم وفق نظام جديد وكما أفادت الاستشارة الإلكترونية التي تفيد الأرقام بأنها لم تشهد إقبالا واسعا من المشاركين كل هذا هل يعني الرئيس قيس السعيد تعتقده آبه بكل هذا؟ أنا اعتقادي أن الرئيس قيس السعيد لن يتراجع في خياراته ولن يتراجع كذلك في البرنامج الذي رسمه هو خارطة الطريق حول تنظيم استفتاء يوم 25 جولي القادم وتنظيم انتخابات في 17 ديسمبر القادم المشكلة هنا وطبعا هذا ما يثير القلق خاصة في الداخل وأيضا في الخارج أن أي انتخابات جديدة ستكون وفق مخرجات لتائج الاستشارة الوطنية التي كان فيها الإقبال ضعيف وضعيف جدا وبالتالي هنا وهي تصور رؤية الرئيس في النهاية أو المشروع الشخصي للرئيس قيس السعيد لأن في النهاية عندما نتحدث عن من صغى هذه الاستشارة من أشرف عليها من أعلن عن نتائجها كلها طبعا هو الذي أقام بذلك وبالتالي هنا هي تشرع لنظام رئاسي انتخابات على الأفراد وكان فيه إقصاء أو فيه تهميش لدور الأحزاب وهذا خطير لأن الحياة السياسية والحياة الديمقراطية تقوم على نشاط الأحزاب وعلى الأحزاب المسألة الثانية كذلك أن حل البرلمان يعني هناك كثير من رؤسات الدول عندما تحصل هناك أزمة دستورية وحكومية يقوم الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة يعني هو لو أعلن الرئيس قيس السعيد عن الدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر بين 45 يوم إلى ثلاثة أشهر إلى 90 يوم كما يقول بذلك الدستور التونسي فهذا يمكن أن يكون حلا للأزمة ويمكن أن يعكس نوعا من الاستجابة ولكن لم يكن أستاذ سالم والآن التطمق السياسية الديمقراطية في تونس إلى انتخابات وفق نظام جديد كما تحدث قيس السعيد في حديث حضرتك السابق عندما تحدثت عن الصراع بين باردو وقرتاج بوجود هكذا نوعا من الصراع في تونس من الفصل والحكم في هكذا صراع هو كان من المفروض أن يكون الحكم والفاصل في هذا الصراع هو وجود محكمة دستورية وأجل قيس السعيد التوقيع على المحكمة الدستورية مرارا وتكرارا بغيابها الآن ما الحلول؟ مرارا وتكرار نعم هناك الآن لا يبدو أن هناك حل يعني الحل عندما نتحدث عن رؤية الطبقة السياسية مثلا هي الترغم في عودة المؤسسات الديمقراطية في عودة المؤسسات الدستورية ويقولون ويصرحون وكذلك وهذا واقع حقيقة يعني ينسى فيه مبالغة بأن وضع البلاد هكذا بدون مؤسسات وتجميع كل السلطات بيد الرئيس قيس السعيد هذا يسيء إلى صورة تونس يعني كدولة ديمقراطية ناشئة بعد الثورة وخلق هذه الأزمة السياسية خلقت مشكلة اقتصادية كبرى يعني الآن حتى المؤسسات المالية الدولية لا يمكن أن تساعد تونس تقريبا بسبب غياب مؤسسات حقيقية يعني لا يمكن لصندوق النقد الدولي مثلا أو البنك الأوروبيا وما شابه ذلك يعني يقدم قروض كبيرة لتونس أو حتى دول أخرى يعني حتى تصديف السيادي لتونس تراجع كثيرا فبالتالي هنا خاصة تصديف وكالة الفيتش الأخير معناها كان في مرتبة متدنية جعلت تونس في مرتبة متدنية بالتالي تأزم الوضع الاقتصادي هنا بسبب غياب كما قلت مؤسسة البرلمانة التي تصادق على هذه القروض وتصادق كذلك هناك لجان لجنة المالية خصوصا بالتالي يجعل من التمويل الخارجي خاصة لميزانية الدولة صعب وصعب جدا ولذلك نرى الآن مثلا أن القرض التي طلبته تونس من صندوق النقد الدولي الذي يقدر بأربع مليار دولار يتعثر بسبب طبعا دون اعتبار الشروط القاسية والمشحفة التي طلبها الصدوق ولكن كذلك هناك مسألة أخرى مهمة أن حتى هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وهي الضامن لتونس لدى صندوق النقد الدولي لا تخفي موقفها حتى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس أو تخفيض المساعدات المالية والعسكرية لتونس بسبب ما حصل بعد 25 جوليا هذا نوع من الضغط الاقتصادي هنا وتريد هذه الدول ضغوط الخارجية ربما عن موقف الولايات المتحدة ما هي قراءتك ساد سالم فيما قاله اليوم قيس سعيد بأن تونس لن تعود إلى حكم القناصل لا هي يعني عندما نتحدث عن مسألة السيادة هنا طبعا لا أحد يتمنى أن تتدخل دولة أجنبية في شؤون بلاده هذا كمواطن بسيط فما بالك برئيس دولة ولكن هنا عندما نتحدث عن تدخل هؤلاء أو تصريحاتهم طبعا هناك قيم كونية تجمع البشرية منها قيمة الديمقراطية بعض هذه القوات الدولية والنادي الدول الديمقراطية بكل تأكيد تونس مثلا غابت عن قمة الديمقراطية التي تحتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي كأن هناك غضب على طبعا تراجع تونس في المجال الديمقراطي لم يقع استدعائها نفس الشيء لكن هنا عندما نتحدث عن التدخل هذه المسائل يعني الآن العالم هو قرية كونية وهناك مصالح تقريبا متداخلة وعندما هذه الدول مثلا تونس لها علاقات وثيقة مع الشريك الأول لها الاتحان دوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية كذلك هي أيضا شريك تونس لا تنسي كذلك أنها حليف من خارج الحلف الأطلسي يعني منذ الاتفاقية التي وقعتها الرئيس التونسي السابق الباجي قيد السبسي منذ سنة 2015 الماضي فبالتالي هناك اتفاقيات بين تونس والكثير من الدول المؤثرة في العالم وهذه الدول عندما تتدخل يعني ما معنى تتدخل يعني التقديم القروض وطلب المساعدة منها لم أقصد سرعا أنه موقف هذه الدول أستاذ سالم كنت أسعى لمعرفة ماذا يتحدث عنه قيس السعيد ولكن لديق الوقت سبح لي أن نذهب إلى سؤال أخير عن حضوظ أي دعوة للخروج إلى الشارع والتظاهر سلميا كما ورد أيضا في سياق رفض حل البرلمان ما الحضوظ برأيك؟ هو يعني دعوات الخروج إلى الشارع يوم غد طبعا الاحتفال خصوصا بمناسبة عيد الشهداء هو أساسا عيد الشهداء في تونس وهو مناسبة عظيمة طبعا وتاريخية طالب فيها رمزية هذه المناسبة أن التونسيون يوم 9 عبريل 1938 طالبوا في ظل الاستعمال الفرنسي ببرلمان تونسي يعني والآن تونس بدون برلمان وطبعا خاصة بعد قرار رئيس قيس سعيد بحل البرلمان فبالتالي هناك طبعا إشارة إلى ضرورة عودة البرلمان إلى الاشتغال من جديد وإلى ضرورة كذلك الاحتكام إلى الدستور أعتقد أن الدعوة إلى التظاهر يوم غد أتصور أن الحضور سيكون كسابقه يعني هناك حضور مكثف لخاصة بأن حركة النهضة هي التي دعت أنصارها أن يتواجد أنصارها بكثافة يوم غد في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي بالعاصمة فبالتالي بالإضافة إلى أنصار هنا مواطنون ضد الانقلاب والقوات الديمقراطية التي تحاول التصدي هنا إلى النزعة الفردية لحكم الرئيس قيس سعيد وتجميع كل السلطات بيديه فأتصور أن الحضور سيكون مكثفاً غداً في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لأن ببساطة لأن تقريباً أكبر حزب في البلاد الذي هو تقريباً رقم واحد في البرلمان دعا أنصاره إلى النزول بكثافة الاحتفال بهذه الذكرى وطبعاً للاحتجاج هي مناسبة احتفالية وكذلك هي فيها رسائل سياسية أن تونس يعني بعد أكثر من 84 سنة من تظاهر التسع عبريل 38 هي اليوم بدون برلمان وتقريباً هذا ما يستدعي تقريباً الوقوف يعني بنظرة يعني بالأسف معناها تأملية كبرى لكن أنا في تقديري أن الآن تونس يعني تحتاج إلى حوار وطني حقيقي لتجاوز هذه الإشكاليات السياسية ومنها معالج الأزمة الاقتصادية تونس تحتاج إلى حوار حقيقي لردق الفجوة بين الجميع وخاصة الدعوة إلى انتخابات مبكرة الدعوة إلى انتخابات مبكرة وصلت الفكرة أستاذ أمثل للخروج من أزمة تونس السياسية مع الاحتكام الدستور شكراً جزيلاً لك من تونس الباحث السياسي سالم أبو البابا